المكان عمارة شاهقة في قلب بغداد تطل على المنطقة الخضراء وعلى النهر بظفتيه الزمان تشرين الأول 2019 حيث يلتهب الهواء بزفير المنتفضين والغاز المسيلي الدموع المطعم التركي في ساحة التحرير ببغداد الشاهد الطويل على الانتفاضة وقلعة صمود المتظاهرين أصبح حديث الساعة وهدف القوات الحكومية بعد عجزها عن السيطرات عليه طوال الأيام الماضية أهمية المكان بنظر المتظاهرين تتمثل بتأمين مدخل جسر الجمهورية من اقتحام مفاجئ للقوات الحكومية تحصل المتظاهرون في البناء خلال موجتي انتفاضة تشرين وأصروا على التمسك بها خوفا من تكرار السيناريو عام 2011 عندما استخدمت القوات الحكومية والمسؤولين المبنى للإطلال على ساحة التحرير كما أن هناك خشية من اعتلاء القناصة للمكان وشروعهم باستهداف المتظاهرين المتحصنون في المبنى يؤمنون من خلفهم مع وجود بعض الشباب وسائق عربات التوكتوك الذين يتلخص دورهم بالمناورة ومنع أي محاولة تقدم لقوات مكافحة الشغب إلى الوراء قليلا يتجمع في نفق ساحة التحرير مجموعة من المتظاهرين مهمتهم معالجة قنابل الغاز المسيل للدموع فيما تتمركز الفرق الطبية في شارع السعدون وتتوزع إمدادات المتظاهرين من المواد الغذائية وغيرها في ساحة الأمة وقراج باب الشرقي الذي أصبح مصلا للمتظاهرين مشهد بانورامي يخطه شباب العراق اليوم في قلب بغداد ليظهروا للعالم ويسمعونه صورة حية لشعب كان يظن البعض أنه يحتضر فإذا به ينهض من جديد يقول التاريخ إن الشعوب تمرض لكنها لا تموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر